فضل فضيتك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إراءة في كتاب الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله قال فوزان غفر الله له ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين قال المصنف رحيمه الله باب في أحكام الكفالة الكفالة هي التزام إحضار من عليه حق مالي لربه فالعقد في الكفالة واقع على بدن المكفور فتصح الكفالة ببدن كل إنسان عليه حق مالي كالدين ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد لأن الكفالة استثاق والحدود مبناها على الدرء بالشبهات فلا يدخل فيه الاستثاق ولا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص لأنه لا يمكن استفاؤه من غير الجان الصواب ولكن في القي بكسر القر قصاص أحسن الله إليكم شكرا ولا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص لأنه لا يمكن استفاؤه من غير الجان ولا يجوز استفاؤه من الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفور بسم الله ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من ولام الكفالة فعالة والأصل هو معناها الالتزام والضم يعني إنك تلتزم بأداء شيء أو أن تضم شيئا إلى شيء ذلك ربنا قال وكفلها الزكريا يعني ضمها إليه والتزم برعايتها هذا من حيث اللغة من حيث الشريعة هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق يعني في الدين فيثبت في ذمتهما جميعا ليش معناها الكلام؟ يعني عندنا زيد وعمر زيد عليه خمسة آلاف ريال لسعد فيأتي عمر لسعد ويقول يا أخي الخمسة آلاف ريال هذه أنا أنا كفيله فيها فيصبح خمسة آلاف ريال في ذمتهما جميعا في ذمتهما جميعا نعم وقيل هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة المطلقة سواء كان مطالبة بالنفس أو بالدين أو العين المغصوبة أو إلى غير ذلك نعم مشروعيتها نفس اللي احنا ذكرنا في الضمان في المجلس الماضي ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم يعني به كفيل وأيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام عند الترمذ الزعيم غارم الزعيم غارم وأن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الحاكم تحمل عن رجل عشرة دنانير وأجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة لأنه من باب الارتفاق الناس يحتاجون إلى ذلك وأيضا وفيه دفع الضرر عن المدين والحكمة من تشريعها التشكير على المسلمين وأيضا التعاون على البر والتقوى وأيضا من باب الارفاق فممكن إنسان يكون محتاج سبحان الله إلى سلعة محتاج إلى دابة أو إلى أثاث بيت ولا يجد الثمن والبائع لا يطمئن أن يعطيه ولا ينظره فيأتي زيد من الناس ويقول لي يا أخي أنا أكفل هذا إلى الأجر المحلوم وكذا أسماءها تسمى الكفالة والحمالة بفتح المهملة والضمانة والزعامة كل هذه مسميات صحيحة ويقال لمن التزم بذلك كفيل وحميل وضمين وزعيم وأنا به زعيم قال الإمام الموردي رحمه الله العرف جار بأن الضمين مستعمل في الأموال والحميل في الديات والزعيم في الأموال العظام والكفيل في النفوس أرأيتم جمال اللغة؟ إذا كان أنت الآن جاء تضمن إنسان في الأموال خلاص تقول أنا ضمين إذا كان الموضوع في الدية تقول أنا حميل ودليل من تحمل حمالة كما في حديث قبيصة بن المخارق في الصحيح وإذا كان المال عظيم تقول وأنا به زعيم وإذا كان في النفوس تقول أنا كفيل أنا أنا كفيل وأنواع الكفالة نوعان كفالة بالنفس وكفالة بالدين كفالة النفس لها تسمى الكفالة الحضورية إننا تكفل بإحضار من لزم وحق من دين أو غيره كقصاص دون أن يتكفل بأداء الدين والكفالة بالدين أن يتكفل تسمى الكفالة الغرم هذه تسمى كفالة الحضور وهذه تسمى كفالة الغرم أن يتكفل بدين على زيد من الناس في تكفل يقول أنا أؤدي هذا الأمر أنا أؤدي هذا ليش الأمر نعم فضل فضل فضلتك أحسن الله إليكم شيخنا وإحسن الله لصحة الكفالة أن تكون برضى الكفيل لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه آه آيوة مؤهمة هذه مهمة شاب يعني بعض الناس ممكن يدلس على إنسان ليأتي في أمر فيجعله كفيلا دون علمه يعني دلس عليه فوجد نفسه زي ما قالوا في الميدان يحميدا وجد نفسه نغرقا ألقاه مكتوفا وقال كانت ابتلى بالماء لا المسلم لا يدلس يبتعد عن هذا فلابد أن يعلم الكفيل ويقال له سنأتي بك في أمر كذا وكذا 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 نعم لأنه ابتداء هو ليس في ذمته شيء الأصل برأة الذمة الكفيل في الأصل أنه ذمة بريئة فكيف تأتي بي في قضية أو في أمر من الأمور وكذا وتورطه فيه دون علمه هذا حرام ولا يجوز نعم أحسن الله إليكم شيخنا ويبرأ الكفيل بموت المكفول المتعدر إحضاره ويبرأ كذلك بتسليم المكفول نفسه لرب الحق في محل نفسه أحسن الله إليكم شيخنا بتسليم المكفول نفسه لرب الحق في محل التسليم وأجله أيوة يعني إذا مات المكفول أو سلم نفسه هنا بريئة ذمة بريئة ذمة الكفيل نعم أحسن الله إليكم شيخنا لأنه أتى بما يلزم الكفيل وإذا وإذا تعذر إحضار المكفول مع حياته أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه فإن الكفيل يضمن ما عليه من الدين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم إذن ما في كفالة في مسألة مسألة يعني واحد عليه قصاص وكذا يقوله خلاص ستكفل لا في الديون فقط ولذلك القصة المشهورة في قصة ذلك الرجل الذي كفى له أبو ذر في عهد عمر وكذا وقال عندي صيبة صغار وسأذهب لهم ثم ذهب وتأخر عن موعد الأداء وقال ثم قالوا لأبي ذر الآن نقيم عليك الحد لا فهذا قصة باطلة هذه قصة باطلة شرعا وباطلة سنداء نعم أحسن الله ومن مسائل ومن مسائل الكفالة أنه هنا معذرة فضيل نبغى نتكلم عن أركان الكفالة الحنفية عندهم الكفالة لها ركن واحد هو الإيجاب والقبول أن يكون الكفيل يرضى أن يكفل المكفول أما عند الجمهور لها خمسة أركان الكفيل اللي هو الضامن والمكفول اللي هو صاحب الحق في المطالبة اللي هو المكفول له المكفول له اللي هو صاحب الحق والمكفول عنه اللي هو الأصيل المطالب في الأصل والمكفول به اللي هو الشيء المطالب به مالا أو غيرهم الصيغة اللي هي الإيجاب والقبول نحن فأخذوا الخمسة فقط يعني أضرب مثال زيد وعمر والموضوع في أموال طيب عندنا زيد عليه دين خمسة آلاف وعمر هو الذي يأتي يكفى ليش زيد وصاحب الدين سعد طيب أين الكفيل هنا من الكفيل أعيد يا شباب صح صح معنا شوي نقول عندنا الله يرضى عليك عندنا زيد عليه دين بخمسة آلاف ريال لسعد وعمر جاء يضمن زيد ويضمن الخمسة آلاف ريال حقة سعد أين الكفيل أنا أنا أريد أبين لكم الأركان الخمسة أين الكفيل هنا عمر شيخ أحسنتم والمكفول له المكفول له المكفول المكفول له المكفول له صاحب الحق يعني والمكفول عنه زيد المدين والمكفول به المال شيخ الخمسة العلاف أي أن كانت والصيغة الإيجاب والقبول أن أقول قبلت أن يقول لك تكفلني أقول لك نعم قبلت هذه الشروط الخمسة لأركان الكفالة تفضلوا نعم أحسن الله إليكم شيخ ومن مسائل الكفالة أنه يجوز ضمعان معرفة الشخص كما لو جاء إنسان ليستدين من إنسان فقال أنا لا أعرفك فلا أعطيك فقال شخص آخر أنا أضمن لك معرفته أي أعرفك من هو وأين هو فإنه يلزم بإحضاره إذا غاب ولا يكفي أن يذكر اسمه ومكانه فإن عجز عن إحضاره مع حياته ضمن ما عليه لأنه هو الذي دفع الدائم أي يعطيه ماله بتكفره لمعرفته فكأنه قال ضمنت لك حضوره متى أردت فصار ذلك كما لو قال تكفلت لك ببدنه ولذلك أحباب الكرام لما نأتي نتكلم عن هذا الأمر فنقول لكي نبين هذه الأركان الخمسة نقول بالنسبة للكفير اللي هو الضامن الذي سيلتزم بأداء الحق المضمون أو بإحضار الشخص المكفول أولاً لابد أن يكون أهلاً للتبرع وأن يكون عاقلاً بالغاً رشيداً لماذا؟ لأن الكفالة في الأصل هي تبرع فيشترط أن يكون الكفيل أهلاً لها فلا يأتي إنسان سفيه أو صغير أو مجنون أو معسر فيقول أنا أكون كفيل لهذا الشخص اللي عليه الدين الركن الثاني المكفول له اللي هو الدائن اللي هو صاحب الحق كما مر معنا أن يكون معلوماً يعني معروفاً لدى الضامن معرفة عينية يعني يعرف شخصه فلا يصح أن يكون المكفول له مجهولاً الأمر الثاني أيضاً في المكفول له أن يكون حاضراً في مجلس العقد هذا شرط عند الأحناف لكن عند الجمهور لا يشترط وهذا الأقرب إن شاء الله وأيضاً قالوا الأحناف أن يكون المكفول له عاقلاً والصواب أنه أياً كان طالما صاحب حق هذه الشريعة حافظت الضرورة الخمس المال والعرض والعقل والدين والنفس فهذا ضرورة مالية تحفظ حتى وإن كان صاحبها فيه ما فيه في عقله ما دام أن الحق لهم الرقم الثالث المكفول عنه أو الأصيل اللي هو المدين المطالب في الحق يشترط أن يكون قد ثبت في زمته حق من دين يعني يكون في عقل أنه أخذ الفلوس أو أخذ العين أو أخذ هذا الأمر نعم الأمر نعم وقالوا ولا يشترط رضاً مضمون عنه في المال لأن قضاء الدين يجوز أن يقضى الدين عن الغير بغير إذنه بغير إذنه ولذلك من يذكر لنا مثالاً واضحاً جميلاً في هذا الموضوع أنه يجوز أن يقضى الدين عن المدين بغير إذنه الرجل الذي ماتوا عليه دين أحسنتم رأيتم ممتاز جيد جداً أن هذا الرجل ماتوا عليه دين النبي قال قال صلوا على صاحبكم أبو قتادة والحديث في الصحية قال علي يدينه يا رسول الله النبي قال خلاص فصل عليه صلى الله عليه وسلم وجلس يسأل سددت 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 فهنا ما يشترط هو أن يستأذن منه ولو كان يعني شرط أن يؤذن منه لبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام الركن الرابع المكفول به اللي هو الحق يشترط أن يكون مقدور التسليم يعني ما يصح أن الإنسان يكفى النفس غائبة لا يدرى مكانها وأيضاً يشترط أن يكون المكفول به حقاً ثابتاً على الأصيل فلا يصح ضمان ما لا يثبت كنفقة الزوجة المستقبلة أو ما لم يجري كضمان ما سيقرضه لفلان ثالثاً أن يكون الدين لازماً صحيحاً رابعاً أن يكون معلوماً هذا شرط عند الشافعية وقال الجمهور يجوز الكفالة بالمجهول أن تقول كفلت عن فلان كل المطالبات اللي عليها وأنت تجهل أن هي ألف ولا مليون وهذا هو الأقرب إن شاء الله لأنه كله في النهاية عقد عقد إرفاق لأنه في النهاية عقد إرفاق والركن الخامس كما قلنا الإيجاب من الضامن الكفيل والقبول من المكفول له والحنفية قالوا لا تصح بلا قبول صاحب الحق فضل أحسن أحسن ما إليكم شيخان أنتها الباب شيخان حبوب طيب أريد أن أكمل هنا بعض المسائل في مسألة الصيغة التي تكون الصيغة طبعاً تكون صيغة جازمة صريحة أو كنائية كما قلنا في كل ما نحن فيه في هالأبواب الصيغة الصريحة والكنائية فأن تقول مثلاً ضمنت دينك على فلان ضمنت حمالتك على فلان ضمنت ديتك على فلان أو تحملته أو تكفلت به أيضاً التنجيز في العقد يعني ما يعلق على الشرط مثلاً يقول إن قدم زيد فأنا كفيل لك أو إن سافر عمر فأنا كفيل لك لا ما يصح هذا لا بد يكون فيه أن يكون فيه تنجيز في العقد إنك كفلت خلاص لا تعلقه على شرط الأمر الآخر عدم التوقيت في كفالة المال يعني ما تقول يا أخي أنا أكفلك لمدة شهر لا ينبغى أن يكون الكفالة حتى الأداء الكفالة حتى حتى الأداء الكفالة حتى حتى الأداء نعم بالنسبة كما قلنا تنتهي الكفالة المالية بأمرين بأداء المال أو بالإبراء بمعنى أن الدائن يعني أن الدائن يبرئ الكفيل يقول له خلاص ما أبغى شيء أو يصالح الكفيل الدائن على بعض المال وهذا فيه قاعدة ضع وتنجز يعني مثلا يكون عليك لشخص مئة ألف فيأتي إنسان يقول لك ضع شيئا وأنا أنجزك الآن تقول خلاص يديني سبعين ألف وننهي الموضوع هذا هو وهذه وردت في أحاديث النبي عليه الصلاة كما في كما في الصحية أما كفالة النفس هذه الكفالة الأولى ليس كفالة الغرم والأدى نوع الثاني كفالة النفس تنتهي بتسليم النفس إلى المطالب بها كأن يحضره إلى مجلس القضاء أو بالإبراء يقول خلاص أنا لا أريد منه شيء أو بموت المكفول بنفسه فإذا مات الأصيل بارئت ذمة الكفيل فإذا مات الأصيل بارئت ذمة بارئت ذمة الكفيل ونسوى الله عز وجل نحفظنا وياكم من كل شر ومن كل ضر إنه على كل شيء قدير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى الله عليه وآله 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 وآله